اهلا ومرحبا بكم عزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية وعزائي طلبة الصف السادس العلمي ألتقيكم بدرس جديد من دروس الأحياء واليوم نتعرف على نوع آخر من الأنسجة الضامة المتخصصة وهو الدم ومحتوياته من كريات وغيرها سبق أن تعرفنا في الدرس الماضي عن نسيج يكون صلد وصلد اللي هو العظم وقسمناه إلى قسمين اللي هو العظم المصمت والعظم الإسفنجي ولاحظنا الفرق مع بيناتهم أن العظم الإسفنجي تكون الصفائح البينية فيه غير مرتبة بشكل منتظم كما في العظم المصمت الآن نتعرف على النوع الآخر وهو الدم ومحتوياته فلاحظوا معي الدم هو نسيج ضام متخصص كون ينشأ من خلايا متوسطة جنينية ويتكون الدم من خلايا ومادة بينية نطلق عليها البلازمة ومواد بروتينية تتحول إلى ألياف عند حصول عملية التخطر يكون الدم حوالي 7 إلى 8 بالمية من وزن جسم الإنسان البالغ الصحي أي ما يكون وزن ما يقارب 70 كيلوغرام حيحتوي على 5 إلى 6 لتر من الدم في جسمه سؤال ممكن يكون بشكل تعليل يعتبر الدم نسيج ضام متخصص وهو نسيج ضام متخصص كون ينشأ من خلايا متوسطة جنينية ويتكون وضحنا من مادة خلايا ومادة بينية بلازمة ومواد بروتينية تتحول إلى ألياف عند حصول عملية التخطر ممكن السؤال يكون ما نوع النسيج في الدم فراح يكون جوابنا نسيج ضام متخصص ننتقل أعفوا أعزائي الطلبة لنوضح مكونات الدم من الخلايا فاللاحظ يتكون أو يتمثل خلايا الدم في الإنسان بأولا الخلايا الحمر خلايا الدم الحمر هي جسيمات أو كريات تتخذ في الثديات وبضمنها الإنسان شكل قرصي مقعر الوجهين وتكون عديمة النوات نلاحظ من ميزاتها تكون عديمة النوات يشد عن هذا النسق خلايا الدم الحمر في الجمال نلاحظ الاختلاف ما بين خلايا الدم الحمر في الإنسان وخلايا الدم في الجمال كفرق أنه بالنسبة لخلايا الدم الحمر أو كريات الدم الحمراء في الإنسان يكون شكلها قرصية مقعرة الوجهين وخالية من النوات بينما في الجمال سنلاحظ أنه تكون الخلايا بيضوية محدبة الوجهين فهذا عندنا فرق ما بين كريات الدم الحمراء في الإنسان وفي الجمال نكمل فتكون بيضوية محدبة الوجهين خالية من النواة أيضا يبلغ قطرها في الإنسان بحدود 6.5 إلى 8 مايكرو ميتر وقد تظهر تغيرات في الحجم وهذه التغيرات نتيجة لحالات مرضية ممكن تكون أكبر وممكن تكون أصغر من ذلك من هذا الحجم يبلغ عدد خلايا الدم الحمر في ذكور الإنسان البالغ من 4 ملايين إلى 6 مليون خلية في المايكرو ليتر المكعب الواحد هذا في الذكور أما في الأمثى فيتراوح العدد بين 3.900.000 كرية إلى 5.500.000 كرية أو خلية دم حمراء في المايكرو ليتر المكعب الواحد يقل عدد خلايا الدم الحمر عن الحد الطبيعي في حالات فقر الدم فنلاحظ أن هذا العدد ممكن يتغير في حالة الإصابة ببعض الأمراض منها مرض فقر الدم فنلاحظ أنه يقل العدد عن الحد الطبيعي أو ضمن المعدل الطبيعي لهذا لتواجدها في دم سواء الإناث أو الذكور يقل عن الحد الطبيعي في حالة الإصابة ببعض الأمراض ومن ضمنها مرض فقر الدم ويزداد هنا في حالات الصعود للأماكن المرتفعة أو المرتفعات العالية وفي حالات أيضا التعرض لأول أوكسيد الكاربون فعندنا ممكن أنه يقل عددها في الحالات المرضية سيقل عن العدد الطبيعي ويزداد عددها في حالة الصعود إلى المرتفعات العالية وفي حالة التعرض أيضا إلى غاز أو الأوكسيد الكاربون فيزداد عدد الكوريات الحمراء لاحظوا معي يحتوي سايتوبلاز خلايا الدم الحمر على صبغة خاصة هي الهيموغلوبين أو ما تعرف بخضاب الدم التي تتحد مع الأكسجين لتكون مركب غير ثابت نطلق عليه بالأكسيهيموغلوبين ينفصل عن الأكسجين عند وصوله إلى الخلايا ويأخذ بدلة تناي أكسيد الكاربون مكون مركب غير ثابت أو غير مستقر يعرف بكاربوكسيهيموغلوبين هذا بالنسبة لي ميزات كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء في الإنسان ننتقل أعزاء الطلبة إلى خلايا الدم البيضاء أو كريات الدم البيض مميزاتها تعد خلايا الدم البيض لاحظوا معي خلايا حقيقية النواة فأول فرق ما بين كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء إنه كريات الدم البيضاء تحتوي على نواة بينما كريات الدم الحمراء في الإنسان تكون خالية من النواة أيضا محتويات الخلية الحية تحتوي على نواة حقيقية ومحتويات الخلية الباقية من سايتوبلازم وعضيات خلوية لها القابلية على الحركة الأميبية فهنا تكون الكريات الدم البيضاء متحركة من أجل طبعا وظيفتها الدفاعية فتتخذ الشكل الأميبي بتكوين الأقدام الكاذبة وتقوم بعملية الالتهام أو التهام الجزيئات الغريبة التي تدخل إلى الجسم فلذلك شكلها يكون متغير تكون أميبية وأميبية الشكل وقادرة على الحركة يتراوح عددها من 5000 إلى 11000 خلية في الميكروليتر المكعب الواحد من الدم هذا بحدود ما بين 5000 إلى 11000 في كل الجنسين يعني كحدود طبيعية بينما كريات الدم الحمراء لاحظنا أنه في الإناث عددها يختلف عن عددها في الذكور وأيضا كريات الدم البيضاء لكن تتراوح ما بين 5000 إلى 11000 خلية في الميكروليتر المكعب الواحد تكون نسبة عدد خلايا الدم البيض إلى خلايا الدم الحمر كتواجد لكل خلية يوجد 700 خلية بالنسبة لكريات الدم الحمراء يكون عدد خلايا الدم البيض في الأطفال أكثر مما هو عليه في البالغين حيث يصل العدد في الطفل حديث في الولادة إلى 16000 خلية في الميكروليتر المكعب الواحد من الدم تحدث تغيرات كبيرة في العدد في حالات مرضية خاصة يعني ممكن أنه تزداد أو تقل بأعددها نتيجة التعرض لبعض الحالات المرضية تصنف خلايا الدم البيض إلى مجموعتين رئيسية هي خلايا الدم البيض الحبيبية وخلايا الدم البيض اللاحبيبية وهذه نتعرف عليها الآن هذه المجموعتين وقبل ما أبدي بشرحها نلاحظ صورة مكبرة لمجموعة من كريات الدم البيضاء مع كريات الدم الحمراء والصفايحات الدموية وهذه عبارة عن خلايا الدم في الإنسان فاللاحظ كريات الدم الحمراء يكون شكلها قرصي مقاعرة الوجهين بينما كريات الدم البيضاء قسمناها إلى قسمين قسم منها أو مجموعتين ستكون عندنا الحبيبية سنقسمها إلى قاعدة طبعا هنا هذه تكون الحبيبية تحتوي على حبيبات بسايتوبلازم الخلية لتتلون بألوان بصبغات معينة فعدنا القاعدة هذه شكلها ونواتها طبعا تكون مفصصة النوع الثاني اللي هي الحامضية تستبغ بالأصباغ الحامضية المتعادلة تكون متعادلة للنوعين من الأصباغ الحامضية والقاعدية ونلاحظ النوات تكون مفصصة في هذه المجموعة من كريات الدم البيض تكون نواتها نلاحظ مفصصة إلى فصين أو أكثر حسب نوعها إذا كانت قاعدة أو حامضية أو متعادلة النوع الثاني اللي هي اللاحبيبية أو المجموعة الثانية فالسايتوبلازم يكون بهذه المجموعة غير محبب ولا يحتوي على حبيبات القسم الأول منعتها أو النوع الأول منها اللي هي اللنفية طبعاً النوات هنا تشغل معظم حيز الخلية في الخلية اللنفية وهنا الخلية الثانية اللي هي الخلية الوحيدة فهذه بالنسبة لكريات الدم البيض المجموعة الثانية اللاحبيبية والصفايحات الدموية بهيئة أقراس أو صفايحات أو أجسام بيضوية بالنسبة لكريات الشكل نتعرف عليها لاحقاً الآن نفصل أعزاء الطلبة الكريات البيض إلى المجموعة الأولى اللي هي الحبيبية يحتوي سايتوبلازم هذا النوع من خلايا الدم البيض على حبيبات نوعية تكون نواتها غالباً مفصصة وتشتمل على ثلاث أنواع تبعاً لقابلية تلون هذه الحبيبات فانقسمها إلى خلايا دم بيض عدلة تؤلف بين 40 إلى 70% من العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء النوع الثاني اللي هي الحمضة كريات الدم أو خلايا الدم البيضة الحمضة تؤلف بين 1 إلى 4% من العدد الكلي لخلايا الدم البيض والنوع الأخير اللي هي القاعدة خلايا الدم البيضة القاعدة فتؤلف بين 0 إلى 1 من العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء ننتقل أعزائي الطلبة نلاحظ المجموعة الثانية اللي هي خلايا الدم البيض اللاحبيبية فهنا هذه المجموعة تكون سايتوبلازمها لا يحتوي على حبيبات من ضمن ميزاتها والنواة فيها تكون غير مفصصة وتشمل نوعين الخلايا اللمفية وتؤلف بين 20 إلى 45% من المجموع الكلي لخلايا الدم البيض بينما النوع الثاني اللي هي الخلية الوحيدة وتؤلف 4 إلى 8% من المجموع الكلي لخلايا الدم البيضاء من الملاحظات المهمة أنه تلعب خلايا الدم البيض دور أساسي في الحماية من الإصابات المرضية بذلك تنجز وظائفها خارج مجرى الدم بعدما تدخل إلى النسيج الضام المفكك فوظيفة الكريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء لها دور مهم جدا في حماية الجسم من الإصابات أو دخول أي أجسام غريبة فلذلك تكون وظيفتها دفاعية وشكلها يتوالم مع هذه الوظيفة فتكون أميبية الشكل وغير ثابتة بشكلها حركتها أميبية لأجل إنجاز فعل الدفاع والتهام الأجسام الغريبة هذا بالنسبة لكريات الدم البيضاء ننتقل الآن عندنا مجموعة من الخلايا الأخرى التي هي الصفيحات الدموية وهي عبارة عن أقراص كروية أو بيضوية عديمة اللون وخالية من النواة توجد في دم الثذيات يتراوح قطرها بين 2 إلى 4 ميكرو ميتر تصل مدة حياتها في الإنسان من 9 إلى 10 أيام وتلتهم البلاغ من الكبيرة الصفيحات الدموية في الكبد والطحال ونقي العظم وتلعب دور مهم في عملية تخطر الدم فوظيفتها الأساسية هي لها دور مهم جدا في عملية تخطر الدم عند الإصابة بالجروح هذه الصفيحات عبارة عن أقراص بيضوية أو قرصية الشكل الصغيرة لها دور مهم في عملية تخطر الدم أعزائي الطلبة بوصول وقت درسنا إلى النهاية أتمنى أن أستفاديتم من المعلومات التي قدمناها والأسئلة التي وضحناها ووضحنا إجاباتها إلى أن ألقاكم بدرس مقبل تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر